وابكروا في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلنا مكانا شرخيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سغيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مرضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جد النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منشيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منشيا فناداها من تحتنا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سليا أهزي إليك بجدع النخلة تساخط عليك رطبا جنيا فكني واشرفي وقبري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا يا أخت مارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت تنيه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نفيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نبت الأرض ومن عليها وإلينا يوجعون